موسيقى صباح الخير مشاهدينا نحن اليوم 15-9-2017 معنا وضيفين مميزين في رأس درويش رئيس جي سي آي ومحمد حجازي نائب رئيس جي سي آي صباح الخير صباح النور صباح الخير شكرا لأستضافتكم مين بدي يخبرني أول شي عن جي سي آي رح حكي أنا بشكل سريع أول شي عن جي سي آي جي سي آي أو جونير شامبر انترناشنال هي جمعية شبابية عالمية لليوث أو الشباب لبين 18 و40 سنة ليكونوا فاعلين بمجتمعاتهم ينعطوا الفرصة أن يحتطوا تغيير إيجابي بمجتمعاتهم بأنهم يعملوا ساسين بالبروجيكت أو مشاريع تنموية حسب كل واحد الستي اللي هو فيها شو عنده حاجات فجي سي آي هي انترناشنال جمعية عالمية إلى تقريبا مؤسسة 100 سنة تأسست بدل 1915 موجودة بأكتر من 5000 مدينة بالعالم بمئة وعشرين دولة هي موجودة بلبنان عندها ثلاثة شابتر أو ثلاثة فصول جي سي آي بيروت جي سي آي صيدون وفيه شابتر جي سي آي وهي فرصة لحتى الناس بمجتمعاتهم كل واحد بمجتمعه يعني بيروت عنده حاجاته صيدة عنده حاجاته الخاصة الأكتر انسانية وأكتر اجتماعية وتنموية بيروت عنده حاجاته أكتر اللي هي تاوردس البزنس والانتربرنيرشيب والترينيج والسلف ديفلوبمنت وتنمية الذات وإلآخره الايو بي كمان إلى حاجاته الخاصة كستيودنت بيجوا من من الانترناشنال من كل الكزا في كمان ستودنت بيجواب لذلك جي سي آي يفكروا هني شو منا نعمل نحنا كيف منا نغير بالنورمز في نجتمع بأنه نحدث شي جديد كيف منا نعمل مثلا مساعدة مثلا غير جمعيات أو غير شي خلال أو يوث باور نبض الشبابي الجديد إلى آخره أنتو هلأ جي سي آي وين تأسست أول مرة؟ هي تأسست بي هنري جزنبير في المنزل في 1915 وذلك انتقلت لكل أنحاء العالم هي هلأ جامعية عالمية في كل بلد ناشنال صفحتنا في لبنان ثلاثة أردت في محمد حجزي في كل بلد تحت بلد ناشنال فيها موجودة هي بخمس آلاف دولة، بخمس آلاف عفواً مدينة، وكل الناس فيها بيكونوا فاعلين. وهي الحلو فيها أنه الناس، هي الحلو فيها أنه مش عاملين هنا مثل بروتوكول، كيف تمشي الجمعية بكل العالم، بأناس أواحد، كل بلد، كل مدينة، يعني كل الوكال كميونيتي، كل مجتمع صغير فيه حاجات الخاصة، الناس اللي حسين بأوجاعهم ولي عندهم هيدا المشاكل هم بيجتمعوا، بيكونوا فاعلين، بفكروا كيف ما نحل مشاكلنا نحنا الخاصة، من خلال الجي سي آي بيعملوا بارتنشاب مع غير جمعيات أو او بلوكه إلى يخذوا مساري لو يخذوا تمويل وكذا، وهن بيحلوا المشكل، وهن بجيبوا لتمويل، وهن أبناء المنطقة، أبناء المدينة، هن تساولى على الأدراوش، هن تساولوا. كيف فاواتكم فيًا؟ كيف عرفتكم فيها أو شو فاواتكم فيها؟ أنا شخصياً أنا خريجي الأيو بي. أنا من خلال رانيا حداد اللي هي من المؤسسين تابعوا الجي سي آي بلبنان كنت أنا معها بالأيو بي بيشتغيل وتعرفت على الجي سي آي ورحت أول شي على الولد كونغرس اللي هو نحن كمان بجي سي آي كل سنة بيصير فيه ناشنال كونفنشن اللي هو المؤتمر تابع جي سي آي بالبلد بحث ذاته بلبنان وكمان بنعمل أريا كونفرنسز لهن المؤتمرات بكتابة جيل ريجين مقسمة بالعالم لأربع ريجان آسيا آسيا دليل إيست يوروب وإمريكا وإمريكا نحن الأفريكا في الأمريكا كمان بيصير في مؤتمرات بهوذي الريجانز للعالم وإخر شي بيصير في الولد كونغرس اللي هو السنة بالناثرلندز وإرمال سترك بيكال جي ساي من جميع الناس من جميع العالم. تعملي نتوارك معهم. تفهمهمهم بمشاكلهم الخاصة ببلادهم. كيف تستفيد منهم؟ كيف حلهم مشاكل يمكن أنت عندي كيها في بلدك؟ تجي أنت، كم سيدة أو كم سيدة ترى في بلدك كيف يستفيد كمان من هذه الخبرة اللي أخطيها عالمياً من وراء أصدقائي. وبتنشريها كم ستراتيجي. مثلاً، لا أحكي قليلاً عن ستراتيجي 2018. كيف ستكون؟ من وراء نحنا اللي تعلمناه. هو اللي تعلم من جولته حول العالم السنة. وكيف التقى بغير جي سي آي شابترز بالعالم كمان. محمد، كيف فتت جي سي آي؟ أنا بالصدفة، حداً من أصحاب دعاني لأول ميتينج وتعرفت على فراث نحكي من تقريباً أربعة أو خمسة سنين. وشوية شوية ترنا نتقدم بالجمعية. أكيد هي جمعية تقدر تتعلم فيها على نطاقات كثيرة. كما نتحدث فيها تقريباً تقريباً. ولكن نحن نركز على أربعة تقريباً منهم التنمية الشخصية من خلال التنمية ومن خلال نحب ندرب الممبرز عنها كيف يستفيدوا مننا لحياتهم. بالآخر نحنا تنمية للشباب. ليس فقط تنمية المجتمعية. نحن فيهنا الأشخاص يتطوعون. ونحن نقول أن كل الممبرز بالعالم تقريباً ١٦٠ ألف ممبر كلهم متطوعين. لا يوجد على إبادة نحن مهمة. وحينا غير علامة المجتمعية ومزارة. كلهم متطوعين. لا يوجد عبد المكتمعية. جميعهم يستطيع تشغيل مجتمعهم أو لحيانهم. فيهنا وعلا. مشابقات مجتمعية وهنا أساعد الشخص على المجتمع وعند نظام عملية، يمكن أن يجد شغل أو يطور حاله بالجامعة أو يطور حاله في حاله يفتح شركة جديدة، ومع شركة كلها. لذلك لدينا نظام عملية وعند نظام عملية، لأننا نساعد المجتمع لنا. وكذلك، كما أقول فراث، كل المجتمع لديه خصوصياته ومشاكله ويجتمعوا الأشخاص لإجتماعهم مشكلة معينة. أين توجد أكثر شيء في صيدة أو الأيوبين؟ أنا في بيروت، أنا ساكن في بيروت، وفي راس ساكنين في بيروت. وفي غير ناس مستلمين مكتب صيدة، وإنتوا بيروت يعني أيوبين نفس الشيء؟ أم لا، بيروت، أزل شعطر وأيوبين أزل شعطر وأيوبين؟ صح، كل سنة في برزيدنت ينتخب، الجي سي آي هي الموضل تبعها هي أحد سنة لتقودي، يعني لا يمكنك تقودي بمنصب إلا سنة وحدة. يعني البرزيدنت ينتخب كل سنة جديد، كل سنة يتلع برض جديد. ما ميزتكم؟ أنه أنتو جايبين فولنتير على جي سي آي، ما بيروحوا على غير محل؟ شو الميزة اللي عندكم؟ شو بتحس أكتر شيء ناس عم تجي؟ أكيد تُميك دو ميزة، يعني، بس شو ميزة، يعني، في كذا أورجن، إنجي أوز، شو أنتو ميزتكم؟ هي جي سي آي، الميزة فيها أنه، بغير جمعيات، مثلا بيكونوا عفتي عنديك جمعية، مثلا متخصصة بالدم، أو تبرع الدم، أو مثل الصليب الأحمر، والإصعافات، أو إلى آخره، كل واحد عنده اختصاص، وفي كوميونيتي غير محلات كمانا، بالجاي سي آي، لا، بالجاي سي آي، اللي بميزة أنه أنت بتفوتي، الشغلة مفتوحة، أنت، شو معاني من مشاكل في مجتمعك، حاب تحليها، وتشاركي فيها، بنشمع أن نحن بأول السنة للممبرز اللي موجودين، واللي عم بي، نعم، نعم، نفتح ممبرشيب ميتنج، كبير، ركروتمنت، الممبرز اللي موجودين بيجوا، وكل الناس اللي حابين يشوفوا مين يجي سي آي، وشو عنده، وشو عنده، وما تتعرفوا عليا، بعد ما يتعرفوا عليا، بنعمل سيشنز، بنخليهم كلهم هنه، بارد الفيديو، لما هنه يتسجلوا لهيدي الندوة، بيحطوا هنه شو في شيء بمجتمعهم، حابين يغيروه، بس يجوا يجتمعوا كلهم، بيكونوا متل مجلس واحد، وعم يطلعوا على الشاشة الكبيرة، بنحط كل المشاريع، اللي طلعوا فيها كل الممبرز على اللوح، وبيصيروا هنه يعملوا عليهم، بانتخبوا منهم، بناخد أعلى عشرين مطلعاً برويجكت، الكيل، بحبين يغيروا فيه، بنرجع بنخليين يفلترون أكتر، وننتهي بآخر شيء معنا، ثماني برويجكت، أو عشرة برويجكت، كلهم محمسين يشتغلوا عليهم، حلو، برويجكت بيطلعوا منهم، من وجعهم، في بصمة منهم هنه، منهم قياديين، تعلموا كيف تقودوا حالكم، تعلموا كيف أنتم تجدوا مشاكلكم وتحلوها، وهلأ أنتم مسؤولين على المشاريع، كل واحد يقول أنا أريد أن أشتغل على هذا المشروع، أو هذا المشروع، أو هؤلاء المشروعين، يسجلون أساميهم، ويصير لدينا مشاريع ماشية، ويصنع برويجكت، هلأ رح نحكي عن المشاريع، هلأ يا ترى بتلاقي أنه كمان خاصة أنه منا طائفية؟ ممنوعات أكيد، جي سي آي من مي ذاتها أنه مش طائفية وإنطرناشنال؟ أنه الشباب عندها إقبال، أكيد كل واحد عنده دينه، بس عندهم إقبال على جي سي آي، لأنهم هن بدون بقى جو مش طائفة، أكتر يتعاونوا مع بعض؟ أنا اللي بحبه بالجي سي آي، أنا من خبرتي من لما انفتت، ومن خبرة الناس بس يفوتوا، حتى اللي بفوتوا هو أساساً عنده تفكير طائفي، بس يفوتوا يلاقي أنه فيه جو ما بينحكي فيه بهالقصص، ومش هيدا هو الأساس، إلى حد ما بصير يطلع على الشيء الثاني اللي هو مش مفوكس عليه، اللي هو المش الطائفي، بلاحظ أنه فيه فاليو أكتر، هيدة وحدة، تانياً، بيكون الواحد فيت على جي سي آي، أنا بدي فوت أعمل مثلاً مشروع خاص بهيدا الشي، بيطلع بهالمشروع، بحط فكرته أو أفكاره، وغيره بحط أفكاره، آخر شي بلاحظ أنه مش هو، مش كل الناس، مثلاً، بدي ناس معي لا يساعدوني، وقت اللي بروح أنا بجتمع مع غير ناس، لحط إيدي بيدوني أشتغل، بدي أنا كمان كون فلكسبل، أني مش بس أطلع على حاجياتي أنا الخاصة، بيتعلموا الناس بصيفوته على جي سي. بك بيكتشفوا شي جديد، إنه مظبوط هذا البروجيكت أحلى بركة. فبيتعلموا الناس بصيفوته على جي سي آي، أنه يطلعوا على شي اللي مشترك بينهم وبين غيرهم، لأنه بس يكون في شي مشترك بيني وبين غيري، لأن الكل مستعد يضع إيده بإيديا مع بعض، بيطلع بنتيجة. هذا تعمل السلطة لذلك. حمد، كان عندك شي تقوله؟ الشغلة الحلوة بالجي سي آي، أنه يكون عندك عالم من.. نفس البروجات، نفس البروجات، يمكن يتعلموا على جمعات، يمكن يشتغلوا أو لا يشتغلوا، تتعرف على عالم من نطاقات كثير واسعة في لبنان، ونتعلم أننا قد فيه طائفية وقد فيه تتعلم من الأشخاص وتتعلم أنه أنا عم فكره مش صح، ممكن غيري، كمان يمكن تكون هو مش صح، بس أنا بتعلم منه وبتعلم مني، كمان تتعرفي على أشخاص، يعني يمكن نحنا بحسب بيئتنا لما نربع، نتعرف على أشخاص من بيئتنا، من مدينتنا، مثلنا بيكونوا، ممكن ببيروت شوية غير، بس أنا لا بيت بيروت، بس بالجي سي آر تتعرفي على كثير عالم، وتتعرفي على أفكار جديدة، ممكن تتعرفي على أفكار جديدة، ممكن تتعرفي على أصحابك، مزلوط يعني أكيد نحن هلأ يعني أصحابي صاروا أنا مكنت أعرفه قبل جي سي آي، وفي كثير عالم بالجي سي آي، في لبنان وبالعالم، يعني الحلو أنه حالة بلد بسافر فيه من مئة واربعة وعشرين بلد، في حدا بيجي بيستقبلني بالمطار لأنه صاروا عندي أصحاب، بقلت أنا ما عندي أو بظاهرني، يعني، في عنا بيجي بيجي بالعالم، ممكن كثير صعبة تقدر يتعاملها أو تصل لهذا الشيء من دون جمعية جمعية جي سي آي، يعني هذا الشيء كثير ينمي الشخص مش بس على مدينته أو بلده، بس كمان بالعالم، لأنه شيء كثير مهم، يعني أنا هالسنة رحت عكذا بلده، وهلأ بعد نجي من هداك الأسبوع من ماليزيا كان في عنا الانترناشنال سومت أون بيس أو القمة العالمية للسلام، وكانت عملتها جي سي آي بالعالم، وحضرت أكثر من ستمائة شخص من أكثر من مئة بلد منهم، رؤسها بلدان مثل رئيس نيجيريا، رئيس ماليزيا، وكان في عنا كثير من الإعلاميين المهميننا عالمياً، كنا عم نحكي كيف نقدر نوصل فكرة السلام، أو شوي شوي نبني السلام للعالم، هلأ، أنت نطيت على بروجات، أنا أريد ذلك، هلأ، هذا ليس بروجات، هلأ، نحن عنا إنترناشنال كامبين، وعنا بروجات ببيوت، هلأ، هذا إنترناشنال، وأنت رح تحكين على الإنترناشنال، هو رح يحكين على اللوكل، على اللي عم بتصير بلبنان، وأنت خارج لبنان دوليا، بس أنا بعد بدي أحكي آخر كلمتان على الجي سي آي، وبعدين من نطع على مشاريعك، أول سؤال، أنت أدي صر لك بالجي سي آي، مثلاً، لصرت رئيس، لنائب رئيس؟ هلأ، أنا تقريباً صلي أربعة إلى خمس سنين، نشيط، ليه صرت نائب رئيس بهذه السرعة؟ هلأ، نحنا، نحنا، نحنا بلبنان، نحنا بلبنان بعدنا، أنا عم فكر إذا ناس حب تنتسب لتشوف لتشوف أنه لين فيها توصل؟ أكيد نحنا بلبنان أصغر من دول تانية، مثل ما كنا عم نقول في اليابان، عندهم أربعين وخمسين ألف من، وبأمريكا، وبالبنان دهول أكبر شابترز عنا، كثير صعب واحد يقدر يتطور بسرعة، نحنا بلبنان، نحنا بلبنان عنا تقريباً 200 شخص، كلما أنت تكوني أكتف، وتقدر تشاركي مع أشخاص، أو تشاركي ببروتجكتات، أو تقدر تحطي أصم من وقتك، لأنه عن جد في أصم من وقتك يريد يروح، إذا أنت ماني كومتد، لتفوتي على جميلة، أنت عم تستفيد منها، وأنت عم تفيدها، أنا بعد عندي سؤال، التطور، أدي بتطورك الجيسي، أدي بتشتغل عليك، أدي بتعملك وركشوب، أكيد أنت اسم الله، وتسفرك، وتتعرف عناس، مجرد ما تسافر وتعرف عناس، تطور، ولكن أدي كمان بالجيسي أي بيشتغلوا على وركشوب؟ نحن عنا بالجيسي أي تقريباً كل أسبوعين في وركشوب، أبنى لكل الممبرز، ببليش، يعني كل ما يبس ينتسب الشخص، هاي لوحدة، هاي لوحدة وركشوب، بيكون بتنامي الشخص، يمكن كيف ينامي علاقات، ورلاتيشف مانجمنت، يعني حتى العمبيات هي، الترينير بيكون مزبوط، الترينير بيكون مزبوط، مستوى كثير عالي، لما نروح لبرة، ونشوف، عم نلاقي أنه الترينيرز والترينيرز اللي عنا كثير قوية، يعني لدرجة ما طبعية، وما بتقدر تتحيل غير العالم، بس يجوا من برة لعنا، وبيشوفوا أدي مستوى للترينيرز، ومستوى للترينيرز، ومستوى للترينيرز، وأدي عنا الأشخاص جد كثير متقافين، اللي عم بيحضروا، اللي عم بيعطوا للترينيرز، فأكيد في عنا هذا القسم من الـ وحتى يعني أنا بيقلك عني كشخص، كثير من وقت ما فتعت جي سي آي، يمكن أنا كنت عصبي أكتر، وبطلت عصبي، بسي قدرت تحمل العالم أكتر، يعني فيه قصص عنجاد بتتعلميها، تتطور عكذا صعيدة، يعني بتتطوري، مش بس أنه عم بيستفيد وعم بتعرف على عالم، أو عم بحسن البزنس اللي إلي، أو عم بفيد المجتمع، بتحسن كشخص كمان. كيف حصلنا عن المشروع اللي اشتغلت عن السلام؟ هلأ، نحن في عمنا كامبين عالمياً بكل الدول تقول جي سي آي، اسمه PEACE IS POSSIBLE. هيدا الكامبين انه نقدر نعمل بكل دول عالم تهدف للسلام أو تنشر السلام، ونحن يعني نحن نحن يونيتي نيشن سبارتنر، هن عندهم سبعة عشر اسم سستيني بالدفل، هنه سبعة عشر هدف ليحصنوا العالم من هلأ للفان وعشرين. جزء مننا انه كيف نطور، كيف نوصل فكرة السلام بأثثة كثير بسيطة. يعني، بروجيكت كثير صغير نعمل بالأيوبي من هدك السنة، كان اليوم العالمي اللي بسر للسلام، اللي هو بسبتمبر 21، يعني أسبوع الجاي، وزعوا أناني ماي للطلاب اللي عم بيمشوا، ومكتوب عليها قوة مقاويل السلام، والعالم يعني، شيء كثير بسيط انه شوفوا انه أنينة مائي قد تصل للعالم، أكيد في عنا بروجيكتات كثير أكبر بالعالم، عم بتصيروا عم ببيلوت وبلبنان، بس هذا يعني شيء كثير بسيط. أصلا، مجرد ما هلأ بتقول، بتكون معصة بتقول بيس بتروء، يعني، إذا عم تسمع كلمة سلام، بدك بتروء، يعني حدا عطيك شيء ماية، شوكولاتة، شغلة صغيرة، بتأثر لك كثير على مزاجك، أكيد، ما زي ما تفكر بالحرب، بتفكر بالسلام، ففي عنا هيدا نحن الانترناشنال كامبين بكل العالم، وفي انترناشنال بيس تاي بواحدة وعشرين الشهر، كمان في عنا كامبينز، هلأ، السنة جاي بشهر عشرة، عنا كامبين وولد كليناب لي، بدنا كل الدول العالم، جي سي آي بدوني ينظموا نهار لينطفوا بلدهم، فهيدا بنفس النهار كل البلاد، المية وعشرين بلد، رح يعملوا ينسقوا مع جمعيات، هيدا بأكتوبر سنة جاي، يعني أكتوبر 2018، فهيدا كمان مشروع عالمي عم نشتغل عليه، وفي عندنا كمان مشروع بعد اسمه هو دونيشن كامبين لأفريقية، لدول الأفريقية اللي عندهم مالاريا، اللي عندهم الموسكيتوز اللي بينقلوا أمراض، ينعمل كامبينز بكل البلدين، اللي يجمعوا مصاري عشرة دولار، اللي يشتروا الخيمة أو النت، اللي بتنحط بالبيوت للعالم الأفريقي، حتى ما يفوتوا له. لي فكرتوا فيها؟ مثلا، هل عملتوا لها برينستورمينج، وإنترناشنية دولية؟ هلأ، هولي إنرناشن كامبينز، أكيد. كمان نفس السيستام تشتغلوه، بتتجتمعو دوليا، مضبوطي، نحنا بالول كونغرس، هلأ حيثير بأمستردام، كل سنة بيصير مرة بالسنة، مثل كل الدول، كل رؤسات جمعيات بالدول، مثل فيراث السنة، حيكون موجود بأمستردام، بنعمل جنرل أسامبلي، مثل جنرل أسامبلي للأمستردام. خلينا نروح للفيديو تبع السلام اللي حضرته. أكيد. نجلا إلى شبه من الماضي، العلبي بصل مرتد مغادرة. المも قصد ملتساة ولا تقال. شبه جديد فيزезде، أكيدك يا ذكي ج tard Lara. شبه الجدد للق街 نفس الماضي مرتدد ولكننا لا تثارة جدية لNLU wide تحرقت هذه المدقة، but must find our own new and innovative ways to create peace. The UN Security Council Resolution 2250 on Youth, Peace and Security recognizes young people as central figures for successful peace initiatives. However, the Sustainable Development Goals modeled as the building blocks to peace only specifically addresses young people in six out of the 169 targets which make up the goals. We believe that engaged, mobilized and empowered active citizens our greatest research in achieving peace which we define as follows. Peace is the ability to respect differences affecting our devices, corporate community transcending the sovereignty of nations. Peace ensures human dignity and guarantees humanity is preserved for future generations. It is not just the absence of conflict but also the prevalence of justice. Therefore, we the young leaders today and tomorrow commit ourselves to the following actions recognize the human dignity in every person and challenge ourselves and others to treat everyone with mutual respect. Identify, connect and engage communities. Experiencing conflict and injustice and unite. Active citizens to be actors and advocates for peace. Collaborate with like-minded organizations from all sectors of society. To build peace coalitions that will collaborate to positively impact society. For all levels of government accounting for their actions. To ensure policies and framework for justice. And peaceful communities are created. Implemented and sustained. Create a positive narrative of peace. By engaging the media and the relevant platforms to share our unified global voice and vision for a peaceful world. apply the sustainable development goals as a guiding framework for community development. While ensuring that young people are empowered as key players in their achievements. Empower of generations to be powerful and bold peacemakers. will not sway away in the face of opposition. As young active citizens of the world, we recognize our vital role and responsibility to take action and ensure peace is possible for all. the peace is possible. وقت نجد السلام ممكن حباري فازي بسيفه فريد اسمه أوخل السلام ممكن فريد أمالي لا تي إبو سيفل نيرس إريا ستائم بيس إس بوسبل رجعنا لكم مشاهدينا محمد خبرني القتاشتك لنحط الفيديو تفضل رجعكم كنا نحكي عن الانترناشن الالكامبانيز اللي عنا وكيف بيتنقوا يعني مثل ما كنا عم نقول بالوال كونغرس بيجتمع كل الرؤساء وبيصوتوا على اوانين للجامعية بيصوتوا عن الان مصاري بتروح شو بدنا نعمل كامبانيز شو بدنا نشتغل من نسوط للرؤساء والنواب يعني عنا ستركتشر مثل كأنه يوناتيت ناشنز عم بصير في تصويت على حيال الأنون دولي عم بصير فيه لانه متل ما قلنا مئة واربعة وعشرين دولة مئة وخمسة وعشرين دولة بالعالم اللي يقدروا يعملوا مثل صوت واق موحد للجامعية وأكيدا هلأ احنا بسنت الجاي حنحضر استراتيجي للجامعية عالميا لخمسة سنين كل خمسة سنين بصير فيه مثل ابحاث بيعملوا سيرفيز وريسيرتش شو اهم شي بالعالم اللي نقدر نشتغل عليه هالخمسة سنين فهذا كمان مشروع يعني هالخمسة سنت الجاي تعول الخمسة سنين اللي قطعت هنشتغل على استراتيجي جاي للخمسة سنين وكل بلد عنده مثل صوت إنه نحنا شو مؤثر علينا يعني ممكن عنا بالعالم فيه هلأ موضوع الرفيوتيز عنا موضوع الفقر عنا موضوع الماء إنه ما عم بيوصل في كتير دول بعد ما تصلى موضوع الماء أكيد ففي عنا كتير مواضيع من نقدر نشتغل عليها وشو الكامبينز اللي بدون يطلعون من عنا يعني نحنا جمعية عمرها مئة وسنتين يعني أكتر من معظم الدول يعني أكبر من لبنان أكبر من الاتحاد الأوروبي أكبر من اليونياتي نيشنز فعنا كتير قوة بهول المئة واربع وعشر بلاد من تصبين للجي سياي في راس خبرني أنا مشاريع مشاريع بالبلد بالبنان اللي عم بتحضروا مكي صو متل ما خبرتك أول حلقة إنه اجتمعوا كمان السنة متل متل كل الممبرز وطلعوا وعملوا وعملوا وطلعوا لبرويجكت تابعوا قالوا هني شو حطين براسون وفلتروا عشر اتناعشر برويجكت وهلأ عمين شغل على كين ستة أو سبع برويجكت بحطوهم هني دير أكشن بلان بيتعلموا أنه أنا فيت بدي أحد الصغير إيجابي كيفية كتير منيح بس كمان بدلك تتعلم أنك تخلي شيء يصير على الأرض شو بدك تتعلم أن تخلي شيء على الأرض هو منساعدهم نحن بحطة كيفية تعمل، كيفية تعمل على فندن هون نعطيهم فتعلم هون من الناشنال أنه كيف يشتغلوا على فندن، كيف يخلوا المشروع يصير كيف دون يطلعوا بخطة المشروع، كيف تتنفس، كيف دون يعقوا سببورترز أو ناس يعطوهم فندن صد منقلوا عاديل البروسيس ونعطيهم وقت يعملون في شهرين. وبعد شهرين يأتي إلى جنرال أسامدي وهي تبع على تجابترهم. ويعملون موضوع. إنه نحن أين صرنا؟ كيف نفكر ننفذ المشروع؟ خبرنا بس على السريع. شو هنال مثال؟ خبرك على السريع. في واحد من المشاريع اللي نعملت هي مشروعين صاروا منفزين. وفي أربع مشاريع هلأ عم يشغل عليهم. ستلعوصوهم. من المشروعين اللي تنفذوا في واحد هو الريكوننكت كام. عملنا نحن مثل بمطرح كتير حلو. بعيد عن السيتي. طلعت علي الناس. تعاوننا مع أثراء كوتشينج سنتر. اللي هني بعلم الناس عن الريليشنل نيدز. ستعلموا الناس إنه كيف نحنا وقت اللي يصير مع عنا مشاكل بحياتنا وكذا كيف نفهم غيرنا من الأخيرة إلى الأخيرة. غير مشروع كان أخر مشروع. اللي هو حكين اللي هو عملناه بالتعاون مع البيروديجيزل ديسترك بالبديدي. ربنا أولاد وصغار. وخلناهم يتعلموا كيف يعملوا كودينج. وكان في شوي من أهلهم معهم. حلو. وتعرفوا على كل البروسيس. وشافوا كيف إنه عندهم طاقات بولادهم كيف ينموها. فدر. مشاهدينا. ما لحقنا لكم كل المشاريع. بتفوتوا على جي سي آي لبانون على الفيسبوك. جي سي آي لبانون على الفيسبوك. وبتشوفوا كل المشاريع اللي عملوها لبلدنا. بريكم نرجع لكم.